بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء 11 من الفصل الرابع لمقرر نظم التشغيل في الجزء ده جماعة نتكلم عن موضعين واحد اسمه Multi Level Q والثاني اسمه Multi Level Feedback Q تعال نشوف مع بعض بنقول في Multi Level Q بيبقى فيها جماعة Ready Q اللي هو الطابور الجاهز اللي هو موقئ اللي البروستس وقفه فيه منتظر التنفيذ بيقول في بعض الأحيان بيبقى يتكون من أكثر من طابور يعني ايه ممكن يكتكون من أكثر من طابور بمعنى إن عندي مثلا طابور بيينفذ مثلا البروريتي وطابور الثاني بينفذ Rounded Rubble وطابور الثالث بينفذ First To Come First Service وهكذا يعني زي ما انت شاف الشكل قدامك ده كده لو قلنا ان ده Ready Q هنلاقي دايما انه Ready Q ده موجود فيه أكثر من طابور واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ممكن يحصل فيه كده بحيث ايه بحيث مثلا يكون Combination هو ما بين البروريتي Scedling and Rowan Drobble جميل او يكون مثلا Rowan Drobble و First To Come First Service بحيث ان Rowan Drobble بيبقى فيه Interactive Process طاب First To Come First Service اللي هو بيبقى فيه مين الباتش بروسس معا يا جماعة جميل اذا تعال نشوف مع بعض كده ايه الطريقة التانية الطريقة التانية بتقول Multi Level Feedback Q بمعنى ايه بمعنى ممكن ان الريد كيو ده يكون ايه برضه Multi Level ولكن ايه Feedback يعني ايه Feedback ان ممكن تلاقي بروسس داخلت من الطابور تدخل في طابور تاني اه يبقى الفرق ما بين هنا وهنا ايه ان المالتليفل Q بس معناها ان ايه ان الريد كيو هتكوم اكتر من طابور او ايه او طابورين او ثلاثة لكن الفيدباك معناه ايه معناه ان فيه بروسس بتخرج وتدخل ايه تاني في طابور تاني شايف هنا مثلا عساب المثال لبروسس بي واحد بروسس بي واحد ممكن تدخل في طابور بحق Raw and Rubin بكوانتم مثلا بيسوي ثمانية تخرج منه ممكن تخرج منه ولكن ممكن ما تخرجش لو فترة التنفيذة تطورها شوية بتروح تلاقي طابور تاني بحق برضه Raw and Rubin بس بكوانتم بيسوي كام 16 وده دليل ان فترة تنفيذة بروسس دي كبيرة طيب ممكن تخرج تخرج لفترة تنفيذة صغيرة او تدخل في طابور ثالث مش كده اه الطابور التالي دوت first to come first to service جميل يبقى اذا اذا في المطل في فيدباك كيو البروسس ممكن تدخل طابور تاني زي ما انت شايف كده example دوت 3 كيوز عندك واحدة مثلا بيطبق الكوانتم بتمانية وفي الطابور التاني بيطبق الكوانتم بستة عشر وطابور التالي بيطبق first to come first to service معا يا جماعة طيب اذا نقرأ مع بعض كده بيقولك ايه بيقولك خلي بالك ان process gets lower priority if it uses a load of cpu time يعني لو في استغراكة cpu time cpu time كتيرة بيبقى لها اولوية ضعيفة بقدر خرجها من طابور الاولويات وتروح لطابور تاني تاني عشان ايه عشان اضمن انها تتنفيذ فيما بعد طيب process gets higher priority if it has been ready a long time يعني ايه لو هي فضلت في الايه في الكمبيوتر فترة زمنية طويلة بعد كده بيحط لها ايه هير برويتي في التنفيذ علشان اخلص منه عشان ما يحصلش تقاضم في الجهاز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته